الأقل ضرراً، الأكثر تضرراً إنها القارة الإفريقية التي تعاني من تداعيات التغييرات المناخية فبعد يومين من النقاشات المهمة أزدل الستار على أول قمة إفريقية للمناخ تبنى خلالها القادة إعلان نيروب المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة كقوة صديقة للبيئة دول القارة اقترحت إنشاء هيكل تمولي جديد يتكيف مع احتياجات إفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصادها كما طالبت الدول الإفريقية المجتمع الدولي بالمساهمة في زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 جيجاوات في عام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول العام 2030 لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة إعلان نايروبي دعا دول العالم إلى تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفورية والنقل البحري والطيران والذي يمكن زيادتها أيضا من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية الرئيس الكيني ويليام روتو كشف من جهته عن تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة والتي تعطي زخما للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب 28 انطلاقا من قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الهند الأسبوع المقبل مرورا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد هذا الشهر وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الآتماد على الوقود الأحفورية